اهلا بكم في مرايب بصراحة تستيلات خيمة القذافي مع المتطرف المجازف علميا وسياسيا الكويتي حاكم المطيري مش هي سبب اهتمامي بهذه الشخصية اليوم أنا من زمان الصراحة لافة انتباهي لأنه ظهر على المسرح من أكثر من عشر سنوات منذ فترة لا بأس بها ومشهد الجدل الديني والسياسي في الخليج الرجل مزيج غريب من الأفكار هو من جهة تجده يتحدث بنكهة ثورية يسارية قيفارية ثم تجده يثرثر بلهجة حزب التحرير الذي تعرفونه حزب التحرير وعملنا عنه أو تناولناه أكثر مرة يتمح وارفقت هذا الحزب حول فكرة الخلافة واستعادة الخلافة كل شيء يصلح بس يرجع الخلافة حتى ينتقدون الأخوان المسلمين منهج التدرج في الإصلاح ببهارات تركية عثمانية طبعا حاكم هو يقيم حاليا في تركيا لأنه مطلوب للعدالة في الكويت قبل أن نفصل أكثر عن لخبطة وفوضى هذا الشخص أنصح بقراءة سلسلة مقالات كتبها الباحث السعودي ناصر الحزيمي في صحيفة عكاب مش راحة حلوة لأنه كشف فيها التهافت العلمي والسياسي لحاكم طيري بتفاصيل باحث رصين ومن جهة تجده حاكم يتعاطى اللغة الدينية السلفية يعني قبل ما نقول لغة يسارية وثورية وحرية ومحرية بعد اللغة الدينية وسلفية وحدثنا وأخبرنا خاصة وأنه كان حريصا منذ بزوغه على المشهد من كم سنة على إثبات هذا الملمح السلفي فيه لأنه يقدم نفسه محدث وهو فعلا أستاذ تفسير وحديث في جامعة الكويت وأخيرا هو ناشط تعبوي بالشكل الشعبي القبلي من خلال محاولاته يتسيس هذا المكون الاجتماعي العريق باتجاه أجندة الأخوان المسلمين بشكل مباشر أو بقيادة أردوغان يعني معادة القصة سر الرجل لديه طموح عال ونزعة عميقة للرئاسة مثلا هو كان أمين عام الحركة السلفي في الكويت بعدين أسس له حاجة هي اللي طلع فيها هي الإبداع حقه وحزب الأمة الذي شارك في تأسيسه وهو الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة يعني طموح ورايح للأمة ونفسها طبعا حاكم ولد في الكويت بنوفمبر 1964 حزب الأمة الكويت اللي أسسه حاكم عام 2005 ينتمي في أفكار الأيدلوجية إلى مثل ما قلنا خلطة خلطة عجيبة تحريرية إخوانية قاعدية سلفية على شوية بهارات يسارية طبعا حزبه غير مصرح له لا في الكويت ولا في غيرها هو بس سيافطة حزبية ديجيتال يعني أكثر منها واقع حقيقي هو ساعة طبعا مثل ما قلنا لتكوين هذا المؤتمر مؤتمر الأمة ليتبنى مشروع سياسي إسلامي واحد في المنطقة كلها شوفوا وين الطموح وين رايح وهو طبعا من زملائه ومن أبرز أعضاء هذا التكوين الإماراتي الهارب والمطلوب والمدان حسن الدقي وهو مثله موجود في تركيا وبقية غلاة الدين المسيس أتباع السلطان رجب العصمى اللي هم اليوم في كنف الشيخ رجب ورعايته في تركيا المخطوفة وقد ورد اسمه واسم حاكم في قائمة داعمية الإرهاب التي أعلنت عنها السعودية والإمارات والبحرين ومصر عام 2017 نحن أمام شخصية مجمعة فكرها من رقع ملابس متعددة تجلس على مائدة من الفوضى اخترنا يوم 29 قبله وفعلا الحكومة في التحقيقات قالوا أنتم تريدون لي ذراعنا قلنا لهم إذا كنتم أنتم تؤيدون الديمقراطية في العراق وحق الشعب العراقي في اختار حكومة وتعددية وأحساب لما يحرم منه دول الخليج والكويت حتى أن الحكومة السعودية ضغطت على الحكومة الكويتية أنه لا يسمح لهذا الحزب بالعمل ولا توجد أحزاب في الخليج لكن بعد ذلك اكتشفوا أنه مثل كرة الثلج كل قادة الحزب تقريبا هم من أسر وقبائل رئيسية وشعروا بأنه يعني المستقبل لهذا المشروع التوري الأصلاحي وإلا ما كانوا تركونا هم بيقولوا الفوضى الخلاقة وكان نفسه بالفوضى الخلاقة تستهدمر هذه الفوضى الخلاقة طيب لمحة سريعة عن الرجل المطيري الذي يدير قناة يوتيوبية يبث عبرها محاضراته في الإسلام السياسي يعرف عن نفسه أنه الأمين العام لمؤتمر الأمة ومقره تركيا ورئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت منذ عام 2005 اسمه ورد على قائمة الإرهاب للرباعية العربية عام 2017 ويعيش في تركيا تحت حماية الإخوان حيث يدير شركة عقارية يمتلكها هناك الغريب ولع وغرام حاكم ابن الجزيرة العربية بالغازي العثماني يعني ولع عجيب لكن فكرة الجامعة الإسلامية تجمع المسلمين سواء كانوا داخل الخلافة العثمانية أو خارجها ففكرة الوحدة ممكن أن تتم سواء بمشروع الخلافة أو فتركيا كدولة مركزية تستطيع من خلال تحمل مسؤولياتها أن تجد فضاء واسع من القوة سواء من دول وحكومات ممكن حين تشعر بأن تركيا تستطيع أن تقوم بالوقوف معها حتى الحكومات نفسها قد تنحاس إلى تركيا الدنيا مليئة بالعجائب على كل حال إيش وضع القانوني اليوم في الكويت حاكم الانطيري أو التسريبات التي انتشرت له مؤخرا وفق القانون الكويتي هي تشكل جريمة أمن دولة وفق المادة واحد هي جريمة خيانة وطن والتخابر مع شخص آخر للمساس باستقرار الدولة وأنظمتها الأساسية جميعها السياسية والاقتصادية والأمنية العقوبة التي قررها القانون لهذه الجريمة تصل إلى حد الإعدام ومحددة في نص المادة واحد من قانون أمن الدولة لكن الإجراءات التي تمر فيها هذه الدعوة بأن أمن الدولة عندنا جهاز أمن الدولة ومباحث أمن الدولة هم المختصين في تحريك هذه الدعوة وإجراء التحريات في خصوصها حتى أن تصل إلى النيابة العامة ومن ثم النيابة العامة تجري التحقيقات في ضوء هذه القضية تنتهي إلى المحكمة الجزائية وهي محكمة الجنايات المختصة في نظر الدعوة ومن ثم يصدر فيها حكم وجودها خارج البلاد قد يشكل تساؤل أن هل من الممكن محاكمته في ظل وجودها في تركيا كفار من العدالة هذا الأمر ما يمنع المحكمة الجزائية في الكويت بأنها تحاكمه غيابيا ويصدر الحكم عليه غيابيا ومن ثم يتم إعلانه عن طريق وزارة الخارجية والسفارات الموجودة في الدولة حتى يكون الحكم صادر في مواجهته ومن ثم يكون جائز تطبيق هذا الحكم عليه في حال تم القبض عليه سواء أن سلمت تركيا إلى الكويت أو غادر إلى بلد ويكون مطلوب عن طريق الانتربول ويتم تنفيذ الحكم عليه مباشرة تسجيلات حاكم المطيري مع القذافي اللي كلها تخطيط وتحريض لهدم الدولة السعودية الدول حقيقة مو بس السعودية سعودية والكويت بصراحة ما بعدها صراحة تصل حد الوقاحة هي لم تضف سوى المزيد من الأدلة خراب فكر هذا الرجل وأمثال هذا الرجل ونحن ما نريد شخص الموضوع فيه هو هو بس ناخذه كعينة معروف هذا الخراب معروف من زمان وكان إذا تم التحذير من فكرهم يقال لمن يحذر أنت ضد الحرية أن ضد الدموقراطية عندك فوبيا عندك مش عارف إيش لكن إذا الحرية هي حسب تفصيلات وشرح وتصور حاكم وأمثال حاكم لا هذه ما هي حرية هذه محرقة لا تبقي ولا تذر ربما هذا هو صميم مطلبهم أن لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر قال الحكيم في التنزيل الكريم في صورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إلى اللقاء